في البداية أحب أن أشير أن أنا هنا من قلب العاصمة الإدارية الجديدة من الحي الحكومي كما ترون من خلفي جميع الوزارات وزارة النقل وزارة القهرباء وزارة المالية جميع الوزارات من خلفي الشمس حارقة بعض الشيء ولكن أحب أن أشير إلى أن هذا المشروع الذي سيتم الإعلان عنه بعض قليل هذا المشروع الذي سيتم الإعلان عنه بعض قليل علمت من بعض المصادر أن هذا المشروع بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعة مصطفى المشروع في الساحل الشمالية على مساحة 23 مليون متر مربع المشروع بالفعل بدأت مجموعة طلعة مصطفى الإعلان فعلا عن تفاصيل هذا المشروع وبدأت الحملة الإعلانية له بالفعل مع أحد النجوم العالميين الذي يروج لهذا المشروع بالطبع هذه خطوة في إطار تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل بعد خطوة الإعلان في فبراير الماضي عن صفقة رأس الحكمة مع إيدي كيو الإماراتية بقيمة وصلت إلى 35 مليار دولار حصلت عليها مصر بالفعل وحجم استثمارات سيتم دخها في حدود 150 مليار دولار خلال فترة تنفيذ هذا المشروع في رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى تطوير الساحل الشمالي بالكامل خاصة أنه سيتضمن منطقة حرة وأيضا مطار سيساعد في الوصول بسهولة إلى منطقة الساحل الشمالي وهذا المشروع الذي سيتم إطلاقه اليوم هو استكمال لتطوير الساحل الشمالي بصورة كبيرة وجعله أحد المناطق السياحية الجاذبة خلال الفترة المقبلة وأحد خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال السنوات المقبلة فهيما بما أنك متواجدة في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية هل سمعت أي جديد عن تشكيل الحكومة الجديدة حي تمر على استقالة حكومة مدبولي الأولى نحو شهر حتى الآن؟ بالفعل ما هي الوضع في حال التركب في الحي الحكومي بالكامل بالطبع الحكومة الحالية التي تدير الأمور منذ الثالث من يونيو الماضي هي حكومة تسيير أعمال بعد استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى وإعادة تكليف وبتشكيل الحكومة الجديدة من المرتقب وفقا للأنباء السيرية حاليا أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة غدا أو بعد غد على أكثر تقدير خاصة أنه كان قد تم تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة في ظل اهتمام مصر الكبير بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي انتهت منه مصر يوم الأحد الماضي والذي شهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع الشركات الأوروبية ومع المؤسسات الأوروبية خاصة في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وصلت قيمة هذه الاتفاقيات إلى نحو 67.7 مليار يورو وبالتالي أصبحت الساحة الآن بعد الانتهاء من هذا المؤتمر وهذه الاتفاقيات الهمة مؤهلة للإعلان عن تشكيل الحكومة خاصة وأنه على الرغم من وجود حكومة تسيير أعمال ولكن بالطبع لابد من الوصول إلى حكومة وتشكيل نهائي للحكومة وخاصة أنه أيضا هذه الحكومة ستكون أمامها بعد تشكيلها أمامها عشرين يوما لإعداد برنامجها لعرضه على البرلمان ليتخذ البرلمان أيضا يأخذ فترة عشرة أيام للإعلان عن موافقته أو عدم موافقته على تشكيل هذه الحكومة وعلى برنامجها أيضا